اهلا بكم مشاهدين الى ليبيا حيث طلب المدعي العام العسكري من جهاز المباحث الجنائية ادراج اللواء المتقاعد خليفة حفتر في قائمة المطلوبين بالسجلات الجنائية لديهم على ذمة عدد من القضايا منها مخالفته القانون العسكري لترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة في السياق ذاتها فادت مصادر ليبيا بان محكمة عسكرية في مصراتة اصدرت حكما غيابيا بالاعدام بحق حفتر وتداولت وسائل اعلام ونشطاء في مواقع التواصل وثيقة جاء فيها الحكم بحق حفتر اضافة الى سبعة ضباط اخرين في قضية تخص قصف كلية الدفاع الجوي في مصراتة افاد مراسل العربي بان قوة العسكرية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر اقتحمت مقر محكمة سبعة جنوبية ليبيا واغلقت واضاف المراسل وان القوة قامت كذلك بطرد القضاة وموظفي المحكمة من مكاتبهم بهدف منع المحكمة من البت في تقديم الطعون الانتخابية في المدينة كلف مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية وزارتي العدل والداقلية بحماية كل مقرات المحاكم المعنية بالنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتنسيق مع كافة الاجهزة الامنية المختصة وذلك على خلفية واقعة تعرض محكمة سبعة الابتدائية لاعتداء طال العاملين بها معربا عن ادانته للحادثة قالت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة الاستئناف في العاصمة الليبية طرابلس انها قبلت الطعون المقدمة من خمسة مرشحين لتلغي بذلك قرار المفوضية بشأن استبعادهم من القوائم الاولية للمترشحين ليعودوا الى التنافس من جديد على الانتخابات الرئاسية ويتعلق الامر بالمرشحين خالد كعيم ونوري بوسهمين وضوء بوضاوية ومحمد شريف ومحمد لغويل دع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الى مواصلة الاستعدادات لاجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل في موعده ودعم مشروع المصالحة الوطنية واكد المنفي خلال لقائه عددا من عمداء البلديات في ليبيا ان المجلس مستمر في انجاز استحقاقات المرحلة وفقا لخارطة الطريق والمضيق قدما في مشروع المصالحة الوطنية وتثبيت وقف اطلاق النار كما لفت الى ان المجلس سيواصل عمله في دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة وتوحيد المؤسسات والوصول الى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام للانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وللمزيد معنا من مصرات فيصل الشريف الأكاديمي والمحامي أهلا بك معنا سيد فيصل إذن محكمة ليبيا تطالب بإدراج حفتر في قائمة المطلوبين وكذلك حكم غيابه بالإعدام بحقه كيف تنظرون الى كل هذه الأحكام من الناحية القانونية وما هو وزنها على الأرض نعم مساء الخير لكم ولمشاهدكم الله فاضل الحقيقة هذا ليس اليوم ربما ما يمكن أن نطلق عليه بالجديد هو صدور الحكم بالإعدام على المتهمة خليفة بالقاسم حفتر من المحكمة العسكرية الدائمة في مصراتها والتي أصدرت حكمها بالإعدام على المترشح للرئاسة خليفة حفتر كذلك تضمن هذا الحكم يعني عقوبات تبعية هذه العقوبات التبعية من شأنها أن تجرده من الحقوق المدنية والحقوق المدنية هذه شرط أساسي يجب أن يتوفر لكل من يترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا وهي ما تم اللجوء إليه لاستبعاد سيف القدافي من خوض الانتخابات الرئاسية وبالتالي ذات الحكم اليوم ينطبق على خليفة حفتر بالإضافة إلى الحكم المحكمة العسكرية الليبية بطرابلس الذي صدر في عام 2002 والذي أخرجت وتائقه اليوم والذي يحكم أيضا بذات العقوبة على خليفة حفتر وهي عقوبة الإعدام والحكم الغيابي التهديدي والذي يجرده أيضا من الحقوق الشخصية المطلوبة توفرها في التقدم للرئاسة طيب هل لدى حفتر حق الطعن فيها نعم نعم يعني يستطيع أن يمارس حقه في الطعن على هذا الحكم الصادر ولكن اليوم نحن بصدد النقطة الأهم والأبرز اليوم وهي التي على المحق يعني هل المفوضية الوطنية العلية للانتخابات ستستجيب عندما يحال تحال إليها عليها هذه الأحكام ستستجيب باستبعاد هذا المترشح من الصباق أعتقد إلى حد كبير على الأرض على أرض الواقع وبعد أن شاهدنا ما شاهدناه اليوم من اعتداء المسلحين التابعين له على محكمة استعناف سبهة وكذلك ما رأيناه من اعتداء بعض التابعين له لأحد المرشحين للرئاسة في درنا كل هذه الأمور تشيب أن خليفة حفتر يراد أن يحصن بطريقة أو بأخرى لكي يتقدم في الانتخابات الرئاسية أكثر وكثر طيب يعني سيد فيصل هو السؤال عن موضوع وزن هذه الأحكام أنا عندما سألتك في بداية الأمر عن وزن هذه الأحكام من الناحية الواقعية إلى أي مدى يمكن لخليفة حفتر أن ينال فعلا مثل هذه الأحكام في ظل واقع القوة الذي يمتلكه خليفة حفتر القوة العسكرية نعم حقيقة هذا يمكن أن نشاهده بشكل واضح اليوم القوة العسكرية الموجودة التي تتبعها من بعض الميليشيات التي تسيطر في الشرق وتسيطر في الجنوب كذلك يعني هذه الحد كبير تفرض معادلة واقعية تقول بأنك إما أن تسمح له بأن يمر ويتقدم في الانتخابات الرئاسية أو أن بيده يعني أن يضرب هذه العملية الانتخابية في صفر يعني بأن يمنع العملية الانتخابية أن يقفل مراكز الاقتراع ونحن نعلم أن وزارة الداخلية لا تسيطر حقيقة على المناطق التي يتمتع هو بنفوذ فيها نفوذ عسكري فيها ويمارس الحقيقة من خلال ميليشياته يعني ربما يعني منع هذه المراكز الانتخابية من أن تؤدي وظيفتها وكذلك المحاكم الواقعة في ظل سيطرته كذلك ليس بالإمكان أن تمارس حق الطعن عليه عندما أصدر المجلس الأعلى القضاء لاحق مؤخرا يعني عادة تعديل نص المادة خمسة بأن ألزم من يريد الطعن على خليفة حفتر أن يلجأ إلى مقر إقامته في بنغازي وهذا لا يتأتى لأنه لا وجود لمحامي يستطيع أن يقامر وأن يطعن عليه في محل إقامته ولا وجود لقاضي يستطيع أن يحكم ضده باستبعاده من السباق الانتخاب سيد فيصل في ظل هذه المعطيات معنى هذا أننا عدنا فعلا إلى المربع الأول في ظل هذه الأحكام والواقع الذي تتحدث عنه أن خليفة حفتر بيده أن يقلب العملية السياسية عليها على سافلها ويلغي كل شيء حتى لاستحقاق الانتخابي ربما أنت تتوقع أن لا يتم في مثل هذه الظروف وبالتالي عدنا إلى المربع الأول لا هذا صحيح نعم هو بكل يعني الحقيقة هذا السؤال الذي يجب أن نكون شجعان ونطرحه على أنفسنا إذا ما تمت العملية الانتخابية بهذا المشهد المهلهل وهذه القوانين الباطلة وسط عدم وجود أي قاعدة من التوافق بين الفرق السياسيين عليها وإذا ما سكتنا على أن هناك مجرم مطلوب للعدالة بالإمكان أن يترشح ويحكم ضحاياه بهذه الطريقة السمجة الحقيقة يعني نحن أمام سيناريوهين إما سيناريو أن يسمح لمجرم مطلوب للعدالة ومحكوم بالإعدام أن يتقدم للعملية الانتخابية إذا ما خسر فإن القانون يضمن له قانون الذي وضعه برلمان عقيلة يضمن له العودة ليكون قائد عام لما يسمى بالجيش الليبي أو أنه إذا ما فاز وتم حتى التزوير له فإنه سيحكم ليبيا في كل الأمرين الحقيقة هناك مجازفة كبيرة ولا يمكن للشعب الليبي أن يدخل على مقامرة هكذا يعني في أن يحكمه استبداد جديد أو مجرم مطلوب للعدالة من جديد المتابع للموقف الدولي يدرك جيدا أن هناك موقفا دوليا حاسما وضاغطا باتجاه ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها أين تضع الموقف الدولي من كل هذه الأسباب الآن؟ لا شك في ذلك لا شك في ذلك أن الموقف الدولي والإقليمي إلى حد كبير لا زال منقسما على نفسه فيما يتعلق بإدارة مصالحه في الداخل الليبي المصالح الاستراتيجية نحن نتحدث عن دول إلى حد كبير نراها ربما بشكل ظاهر أنها تدعم العملية الانتخابية وتريد أن تسير العملية الانتخابية كما هي وعلى هذه القاعدة الهشة وانتخاب رئيس بدون وجود دستور وكذلك عدم سيطرة حكومة الوفاق ووزارة الداخلية التابعة لها على المراكز الاقتراع في كل ليبيا وعدم المكنة في أن تجرى هذه العملية الانتخابية بشكل عادل وشفاف ونزيه وضمان الحد الأدنى يعني من المتطلبات إجراءها وكذلك ضمانات القبول بنتائجها كل ذلك يعتبر مقامرة المجتمع الدولي ربما منقسم على نفسه فيما يتعلق بالدول الكبرى تحديدا ونرى أن روسيا اليوم تتخذ موقفا مناهضا إلى حد كبير لإجراء العملية الانتخابية وخصوصا بعد ربما إقصاء صيف القدافي الذي إلى حد كبير تعتبر داعم له بينما نرى أمريكا تصير في اتجاه معاكس ولكن أيضا تركيا وروسيا لديها ثق العسكري على الأرض وبالتالي العملية اليوم برمتها هي رهينة الإرادة الليبية التي يجب أن تعبر بصراحة عن موقفها تجاه هذه الأحداث وتجاه هذه العملية الانتخابية المهلهلة التي لا يمكن أن نضمن نتائجها التي تقودنا إلى أي استقرار ممكن من مصرات سيد فيصل الشريف الأكاديمي والمحامي شكرا جزيلا